السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أستاذ الدكتور رحمة الله انكلمكم النهاردة عن الفيسيولوجي اف بون طبعا بون اور اسيستيشوس البون دي عبارة عن ايه عبارة عن سبيشيلايزد ريجيد كونيكتف تيشو يعني عبارة عن كونيكتف تيشو ذات فارمز ذا سكيليتون ذات فارمز ذا سكيليتون طبعا البون دي بيتكون من بيتكون من سبيشيال تايب اف سيلز سيلز اند طاف انترا سيلور ماتريكس اف جراون سبستانس الماتريكس دي بتتكون بمين بتتكون بواسطة الكولاجين الكولاجين والكولاجين ده بي باسترينث بواسطة اللي هو الديبوزيشن اف مينيرال سولتس زي الكالسيم فسيت والكالسيم كاربوريت كالسيم فسيت وكالسيم كاربوريت يبقى قلنا ان البون بتاعنا عبارة عن سبيشيالايزد ريجيد كونيكتف تيشو بيكولينا السكليتون بتاعنا الهيكل بتاعنا العظم بتاعنا بيتكون من من سبيشيال تايب اف سيلز اند طاف انترا سيلور ماتريكس اف جراوند سبستانس الماتريكس ده بتتكون بمين من بواسطة اللي هو كولاجين بي 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 بس ترينسيند باي دي بوزيشن اف سولتس مينيرال سولتس زي الكالسيم فسيت والكالسيم كاربونيه يعني خلال الحياة بتاعتنا اللي عظم بتاعنا دي بيتجدد بيتكون عظم جديد بيحصل انحلال او تكسير للعظم الايه القديم طيب ايه هي بتاعت البون بتاعنا بتاعت البون بتاعتنا بروتكتف فانكشنز وهو ببروتكتف فانكشنز زي مسلا عندك اللي هو دي بروتكت اللي هو عندك زي اللي هو siis ماشي القفص الصدري دي ايضا بيمين بي ي احملنا اللي هو القلب اللي هو الي هو الهارت واللونجز الهارت والايه؟ واللونجز اه الميكانيكال فانكشنز دي بي سابورت اللي هو سابورت زكوت دي هائي بoversيزhonورة ماشي؟ يب courses with Lloyds ماشي؟ بي زيل اتاتش منتوزوا مسلزها التين veo يعني mechanical functions عن طريق العظمة ديت او العظم تستطيع ان انت تمشي تستطيع ان انت تتحرك تستطيع ان انت ترك الكرة بمساعدة المسلز والتندنز metabolic functions ان هي بتدخل في عملية homeostasis of calcium and phosphate in the body بتدخل في عملية اللي هو homeostasis of calcium and اللي هو مين and phosphate in the body لان فيه exchange ما بين extra solar fluid calcium and phosphate and اللي هو البون calcium and phosphate hemobiotic functions red bone marrow in the bones this site of production of blood cells كل البلد cell elements arpc's white blood cells bloodless كلها بتتكون داخل مين داخل البون ايضا هي reservoir for calcium and phosphate هي مغزل للكالسيم والفسات اللي هي العرض ايضا storage of adipose tissue اللي هو اليولو مارو عندنا red bone marrow وعندنا يولو مارو ال red bone marrow دي قنا اللي هو بيقولينا من كل خلايا الدم لذلك لو واحد حصل له حصل له plastic anemia plastic anemia يعني حصل مشكلة bone marrow depression او كده نتيجة ان فيه ورم داخل النخاع دي للأسف الشديد بيبالوحد عنده band cytopin نقص في كل خلايا الدم وايضا هو قلنا ان هي storage of adipose tissue اللي هو اليولو مارو اليولو مارو دي عبارة من storage of adipose ايه اتشف طيب classifications بتاعت البونز بتاعتنا البونز بتاعتنا بتنقسم حسب الشيء size والشيب تنقسم الى five types long bones زي البونز بتاعت اللمز ماشي زي الفيمر زي الهيومرس فيه short bones زي short bones البونز اللي موجودة في الرست والأنكل فيه flat bones زي skull bones والماندبل والسكابولا و irregular bones اللي هو الفرتبري وسيسامويد bones اللي هو البتلة والبتلة طيب types and structure of bone عندنا فيه compact or cortical bone ودي بيمثل حوالي 80% من البونز بتاعنا في البود بتاعنا ودي بيموجود في outer layer of most bones يبقى outer layer بتسمى compact or cortical bone ودي بيمثل 80% من البونز بتاعنا وفيه spongy bones spongy bone ودي هناخدها بعد شوية دي بيتمثل حوالي 20% الcompact bone بتكون بتتميز بإن هي more bone tissues and the least bone space and the least bone space ولها has high resistance to bending and torsion has has high resistance للبيندينج and the torsion لانها بتكون بتكون صلبة أكثر صلبة من spongy bone ودي بتتكون من composed of بتتكون من من overlapping circular structures بتسمى haversian systems or stones and the torsion has a central canal cord austenic canals هنبص علينا في الرسمة ديت هيا يبقى بتتكون من مين يبقى بتتكون من overlapping circular structures formations وتسمى haversian haversian system أو austen زي ما احنا شايفين في الرسمة هاي الاستيون زي عبارة عن circular structures ماشي بتسمى haversian systems أو austen كل austen فيها central canal بتسمى austenic canal austenic canal أو haversian canal اللي هي في النص هاي الاستيون الكنال ده هي تفاهمين بتحتوي على blood vessels وعلى nervous و capillars nervous و lymphatics يبقى blood vessels عبارة عن يبقى يبقى في austen يبقى احنا عندنا اللي هو compact bone بتتكون من overlapping circular structures overlapping circular structures تسمى ايه تسمى aversian systems أو austen austen دي في central canal في النص اللي زي ما انتو شايفين كده بتحتوي على مين على blood vessels capillars و arterioles و venules و nervous وفقى ايضا nervous وفقى lymphatics بتوين اللي هو الhaversian system في concentric layers of mineralized bones بتسمى interstitial lamelli interstitial ايه lamelli ما بين اللي هو ما بين اللي هو الاستيونز وبعضها في mineralized bones concentric layers of mineralized bones بتسمى interstitial ايه lamelli ما بينهم ما بينهم وبعض خلاص يبا دي اسمها ايه قالت الرسمة بتاعت نهيت في عندنا haveversion canal nation اللي هو haveversion canals او osteones وفي الوسط بتاعتها في اللي هو بين اللي هو في السنتر اللي بتاعتها في haveversion canals او osteonic canals وفي وسط اللي هو osteonic canals في اللي هو مين اللي هو blood vessels وال lymphatics وال nerves وبين هم ببين بعض في interstitial lamelli interstitial ايه lamelli interstitial lamelli دي عبارة عن مين اللي هو blood vessels بتاعتها في بقى عندنا اللي هو spongeboune 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 diet بتبقى عاملة زي spongeboune 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 ou من ساموها trapeculer bone ودي اللي هي bone inside the cortical bone يبلقوا البون اللي هي البون بتاعتنا بتتكون الجزء الخريج بتاعتها اسمه ايه اسم compact bone والجزء الداخلي بيكون ايه trapecular او spongeboune compact bone قولنا بيكون 80% والspongeboune الداخلي بيكون 20% of the scrital mass لكن لو بالرغم انه 20% الا انه it has 5 times greater surface area زين cortical bone surface area بتاعته 5 مرات اكتر 5 مرات من مين من cortical bone او compact bone وبسبب انه large surface area it has fast turnover rate زين cortical bone it has faster turnover rate زين cortical bone بينمو بسرعة اكتر وبيتجدد اكتر من اللي هو cortical bone ماشي so it is more important than cortical bone in terms of calcium turnover طيب لو جينا قارنا cortical bone بي اللي هو اللي هو sponge bone هنلاقي ان sponge bone less dense less dense ومور elastic وفي elastic اكتر من من اللي هو compact bone وهز a higher turn over rate زين compact bone قلنا ليه لان ليه large surface area large surface area ماشي طبعا center of the one contains red yellow and other tissues يبا احنا عندنا قلنا البون بتاعنا بيتكون من مين من compact bone اللي هو outer layer وال sponge bone اللي هو inner layer ودي بيمثل 20% compact bone بتكون more dense وليس elastic وليس ايه elastic وبتكون lower turn over rate lower turn over rate rate ماشي مقارنة بمين ب الو sponge bone اما sponge bone بيكون less dense وبيكون more elastic وhas higher turn over rate طب ايه هي composition بتاعت اللي هو compact bone ايه هي composition بتاعت compact bone compact bone اللي هو الجوز الخارجي دي اللي هو بيمثل 80% من العظم بتاعنا من سكريتا الماس بتاعنا بيتكون من مين بيتكون من matrix ماشي و point salt matrix وpoint salt الماتريكس دي يمثل 30% ماشي و point salt عبارة عن 70% الماتريكس بيتكون من بيتكون مين بيتكون من collagion fibers حوالي 95% من collagion fibers ماشي و ground substance ground a substance ground a substance and proteoglycans proteoglycans اللي هو الكندروتين sulfate and hyaluronic acid and hyaluronic acid يبقى احنا عندنا compact bone بيتكون من matrix ودي عبارة عن 30% و معبارة عن bone salt 70% bone salt و قلنا ان الماتريكس ده و بيتكون من حكتين اللي هو collagion fibers ناشي collagion fibers weak ground substance الcollagion fibers بتمثل 95% من matrix والground substance بتمثل 10% من extra silver fluid and proteoglycans proteoglycans زي من condrotin sulfate and hyaluronic acid and hyaluronic acid acid osteoplast secrete الكولاجين and ground substance proteoglycans ماشي يبقى المصدر اللي هو الكولاجين والبروت proteoglycans دي اللي هو osteoplast احنا عارفين طبعا بعد شوعة ناخده الاستيوبلاست والاستوسايت والاستيوكلاست اللي هو types of bone cells مين اللي بيكون لنا الكولاجين والجروق والground substance اللي هو البروت اللي هو الكندروتين sulfate والhyaluronic acid دولة مهمين للregulation and deposition of bone salt مهمين للregulation and deposition of bone salt يبقى دي اهمية البروت يو اللي هو الكندروتين sulfate والhyaluronic acid مهمين في مين انهما الregulation and deposition of bone salt اللي احنا هنعرف ها بعد شوية ايهي البون صوت بتاعتنا اللي هما تمثل 70% من الكمباكت بون اللي هو الكريستالاين salt of calcium and fucate الكريستالاين الكريستالاين salt of calcium and fucate يبقى عبارة عن calcium وعبارة عن fucate fucate نسبة الكالسين بالنسبة للfucate واحد وثلاثة من عشر الاثنين واحد وثلاثة من عشر كان الاثنين يعني الفوسيت اكتر ايضا فيه ماجنيزيام وفيه سوديوم وفيه بوتاسيام وفيه كاربونيت ايونز وكل دي موجود داخل مين داخل العظم داخل مين العظم سابستانس زي الكندروتين سالفيت وبيتكونه بوسط الاستيو بلاست يبا الماتريكس دي مين اللي بيتكون فين في الاستيو بلاست يبا هيدروكس ايه ابيتايت نسبة الكلسام للفوسيت كان واحد وثلاتة من عشر الاثنين يعني كمية الفوسيت اكتر طيب وفيه ايه تاني فيه بون سولتس تاني ايه مين ماجنيزيام وصولت وبوتاسيام وكاربونات ايضا موجودة داخل مين داخل العظم ناشي طبعا السولتس دي وظيفت ايه بقى وظيفة السولتس ايه اللي هو الكالسيام والفوسيت والصوديوم والبوتاسيام والماجنيزيام والكاربونات وظيفته من هما بيعملوا سترينسين زابون ماتريكس سترينسين زابون ماتريكس ماشي النويل فورم بون بيبا فيها هاير بيرسانتيج اف ماتريكس الريليشن توسولتس العظمة اول ما بتتكون النويل فورم بون الماتريكس كمية الماتريكس بتكون اكتر من كمية السولتس لكن بعد كده كمية الماتريكس بتكون تلاتين في المية وكمية البون سولتس بتكون سبعين في المية لكن اول ما بتتكون العظمة في البداية خالص لا بتكون كمية الماتريكس هي الاعلى من البون سولتس ايه هي بقى اجزاء البون بقى ايه هي اجزاء البون بتاعتني. هو البوند دي بيتكون من مين? بيتكون من البوند عبارة عن cylindrical tube. ماشي? فيه اكتر من جزء. فيه عندنا ابافيسيس وعندنا ديافيسيس وميتافيسيس. يبقى ثري بورشانز اللي هو ابافيسيس والديافيسيس والميتافيسيس. ناشي? لو احنا بصنا كده في الرسمة بتاعتنا. اللي هي عندنا داية. الرسمة اللي عندنا داية. ايه هو الابافيسيس? الابافيسيس تحتبر اللي هي الاندس اف اتش لونج بو. يبقى زي ما انتو شايفين في الرسمة الاندس داية دي تسمى ابافيسيس. نهايات العظمة. من نحيتين تسمى ابافيسيس. ايه برضو كده اسمها ابافيسيس. خلاص? طيب. والميتافيسيس? البورشان? الضيافيسيس بقى فين? الضيافيسيس اللي هو الشافت. الضيافيسيس بتاعنا. اللي هو الميت شافت بتاعنا. يبقى الابافيسيس دي اللي هو الاندس اف اتش لونج بو. او الويدر اكستريمتي او زهيد اون ايزر ان. اللي هو الجزء الجزء المفلطح الكبير بتاع العظمة. الاكبر. هو دي بيسمى مين الابافيسيس? سواء من نحيتين. راس العظمة من نحيتين. ونسمى ايه ابافيسيس. تابوا الشافت. الشافت اللي هو الميت بورشان بقى. دي بنسمى مين? ميت بورشان او ميتشافت. دي عبارة عن مين? ديافيسيس. بنسموه مين? ديافيسيس. تابوا الميتافيسيس. الميتافيسيس دي اللي البورشان اللي هو ما بين الابافيسيس والديافيسيس الميتافيسيس الميتافيسيس اللي هو البورشن اللي هو ما بين اللي هو المنطقة دي دي كده المنطقة دي بنسموها ميتافيسيس طيب ايه هي الابافيزية البليت ناشي ناشي ايه هي الابافيزية البليت دي الجروس بليت الجروس بلايت الجروس بلايت اللي هو الخط ده اللي تشايفينه ده دي اسمه الإبافيزية البلايت ودي اللي بيحصل فيه اللي هو المكان اللي العظم فيها بتطول يبقى تيد responsible for the longitudinal gross of the bones يبقى الإبافيزية البلايت او الجروس بلايت دي المكان اللي هيحصل فيه longitudinal gross of the bones العظم هتطول من هنا دي العظم بيطول بقى من هنا ماشي ولما بيحصل كلوجر هنا خلاص كلوجر الإبافيزية البلايت ده خلاص كل سنطة معاتش فيه بعد كده ايه طول يبقى linear bone gross بيحصل فين as epiphysis طالما ال epiphysis separated من اللي هو shaft of the bone ماشي ممكن العظم تطول العظم ايه تطول يحصل linear bone gross طيب امتى الجروس يحصل يتوقف يحصل يتوقف وال linear gross يتوقف لو ال epiphysis unite ويزا شافت حصل epiphysia القروجر حصل epiphysia ايه كروجر لما ال epiphysis يمسك في الشافت خلاص معاتش فيه ويحصل epiphysia ايه كروجر هنا يحصل لنا مين يبدأ يحصل اللي هو مين العظمة معديش يتطول بقى يبقى العظمة او الحتة دي اللي هي epiphysia blade ديت او gross blade ديت ديت المكان اللي بيحصل فيه مين اللي بيحصل فيه ان العظمة بتطول فيه ماشي ان العظمة بتطول فيه طول ما epiphysis بعيد عن اللي هو epiphysis ده هو separated من الشافت او زبون العظمة ممكن تطول العظمة ممكن ايه تطول طيب اول ما epiphysis ديت يحصل ينايت وزا شافت يعني يحصل epiphysia closure خلاص يتوقف اللي هو linear gross طيب ماشي عندنا حيسمها articular cartilage articular cartilage دي اسمه articular ايه cartilage ودي بيغطلنا epiphysis بتاعنا بيغطلنا مين epiphysis بتاعنا articular cartilage ماشي عندنا حيسمها periustiam periustiam الperiustiam ده هو اللي هو bone covering وده هو pain sensitive pain sensitive pain sensitive ودي اللي بيخلينا نحس بألام لما العظم يحصل في اي مشكلة لانه pain sensitive في nerve endings ماشي يبقى الperiustiam ده هو الperiustiam اللي هو عندنا اللي هو بره ده ماشي ده اسمه periustiam وفيه عندنا انديوستiam انديوستiam ودي اللي الانديوستiam ده cellular lining الميدالر الكافتي طبعا الجزء اللي في الداخل ده اسمه ميدالر الكافتي اسمه ميدالر ايه كافتي احنا الجزء اللي برا ده ده منسموه compact bone والجزء اللي ده منسموه من spongy bone spongy bone والperiustiam دي اللي بي culvering bone covering ماشي والميدالر الكافتي اللي هو في النص دي اسمه ميدالر الكافتي طب اللي بيغطي اللي هو الميدالر الكافتي منسموه منسموه اندوستيام اندوستيام الميدالر الكافتي ده في مين في reed maior وفي yellow maior red maior يبال الميدالة الكافتي في داخله مين اللي هو الريد مارو والبون مارو الريد مارو البون مارو ده اتحكتين يا اما ريد مارو يا اما ييلو مارو لما بتكسر العظمة من جوة كده بتلاقي فيها ايه حبيبات حمرة كده صح او ييلوش مارو كده اليونش مارو ده عبارة عن ادي بستشو اما الريد مارو ده اللي بيقولينا خلايا الدم بتاعته داخل العظم ناشي احنا عرفنا العظمة بتاعتنا بتتكون من مين اهو لو بصينا هنلاقوا فيه ابيفيسيس اهو اللي هو الاندس بتاعت العظمة بتاعتنا والشافت بتاعنا اللي هو الديافيسيس والميتافيسيس اللي هي ما بين مين ومين ما بين الابيفيسيس والديافيسيس وفيه عندنا الجروس بليت او الابيفيزية البليت اللي بيحصل عنده ان العظمة بتطول عنده طول ما فيه مسافة ما بين الابيفيسيس سيباريتد من اللي هو الديافيسيس طول ما مين ما العظمة بتطول وبتطول عند مين في الحكة اللي هي فيها الجروس بليت او الابيفيزيال بليت لو حصل كولوجر هنا خلاص العظمة ما عديش بعد كده تطول ما عديش بعد كده ايه تطول خلاص اللي فيه حاسمه ودي اللي بيغطي مين بيغطينا اللي هو الابيفيس فيه حاجة عندنا اسمها الابيفيزيال البريوستيام ودي اللي بيغطينا البون من برا ماشي الميضالة الكافتي اللي هو في النص طبعا الجزء اللي بره دي من العظمة بنسموه والجزء الداخلي بنسموه الجزء الداخلي ده بنسموه ودي اللي فيه مين والإندوستيام دي اللي هو الميضالة الكافتي بتاعنا يسموه إندوستيام طيب البلد عند نرف إحنا عندنا البلد إحنا عندنا البلد البلد مين بقسطة مين اللي هو البريوستيال ماشي البريوستيال ماشي وماشي مع البريوستيال الارترس ده فيه نيرفيس بتصبلاي زي بريوستيام and the compact bone and the compact bone وفيه عندنا إبيفيزيال فين إبيفيزيال فين ودي يكاري البلد away from the long bones انت عرفين أن أي حتة في الجسم لازم أن يوصلها دم لازم أن يوصلها بلد سبلاي ونيرفي سبلاي فيه عندنا بريوستيال آرترس ناشي وي أقامبر باي نيرفيس سبلاي اللي هو مين اللي هو البريوستيام and the compact bone فيه عندنا إبيفيزيال فين دي الفين السبلاي أو فين عن طريق الإبيفيزيال فين ماشي وفيه عندنا نيرفيس أقامبر البلد فيزل السبلاي الزبا ماشي طبعا البريوستيام is rich in sensory nervous sensitive to tearing or tension ودي اللي بخلنا نحس نلاقي إن فيها sensory nervous فلذلك بتكون sensitive للtears للtearing or tension لو حصل التمزق في الأرض طيب إيه types of cells on the bone إيه types of cells في البون بتاعتنا إحنا عندنا البون has three major types of cells يا إما osteoplast يا osteocyte يا osteoclast osteoplast they are the bone cells concerned were bone formation يبقى فيه osteoplast دي مسؤولة عن البون formation لما يقول لك لها osteoplastic activity بتزيد osteoplastic activity يعني البون formation لأن الأستيوبلاست مزؤولة عن البون formation أما الأستيوسايت ودي مسؤولة عن اللي هو المنترس of bone of bone هي اللي بتساعد على إيه إن البون تتين إيه تحافظ على كيانها وجودها يبقى الأستيوبلاست هي اللي بتكويل لنا العب تنمين اللي بتحافظ عليها وبتخليها منتين اللي هو الأستيوسايت والأستيوكلاست دي اللي هي المسؤولة عن البون resorption اللي بتكسر لنا البون انتو عارفين إن جسمنا العظمة عندنا مش بيتين نسابة طول حياتك لأ تالعظمة بيحصل له pain resorption يعني انحلال وتكسير أو إحلال وتكسير وبيحصل له pain bone formation على طول دي شغالة على طول ماشي الأستيوبلاست ده هي موجودة في outer surface بتاعة البون وموجودة في وموجودة في outer surface بتاعة البون ماشي وموجودة في البون marrow cavity وموجودة في الإبيفيزية البلات يبقى الأستيوبلاست موجودة فين في outer surface of the bone اللي هو في الكمباكت بون وموجودة في المارو cavity ماشي اللي هو يعتبر sponge bone وموجودة في الإبيفيزية البلات طب الأستيوبلاست دي بتطلع منين أساسها إيه osteoprogenator cells osteoprogenator cells osteoprogenator cells ده هي بتتحول إلى إلى osteoplast إلى osteoplast وبساعتها على كده مين هرمونز اسمها skeletal بروس فاكتورس skeletal بعض البروتينز وبعض الهرمونز بتساعتها البروتينز زي skeletal gross فاكتورس ماشي الغروس فاكتورس دي تستموليات مين الغروس أو osteoplast يبقى osteoplast دي موجودة فيهن في الأوطر بتاع بون وفي المارو كافيتس والإبافيزية البليل طب الأوستيو بلاست بتطلع منين أصلا من osteoprogenator سيلز الأوستيو بروجين سيلز بتتحول إلى osteoplast والعملية دي بتحتاج إلى مين accelerated by some hormones و some proteins called skeletal growth factors ال skeletal growth factors دي بتعمل استموليات growth of osteoplast طيب إيه بقى الفنكشن بتاعت الاستيو بلاست الاستيو بلاست دي مسؤولة عن السنس of بون ماتريكس أنترين نياب بتكويل لنا الكولاجين و بروتين يسمى matrix جالا بروتين or osteo calcine or osteo إيه calcine طبعا في بعض البروتين الأخرى اللي بتكونها osteoplast ماشي زي مين يبقى بتكون لنا يبقى احنا قلنا بتكون لنا type one كولاجين وبتكون لنا matrix جالا بروتين أو osteo calcine وبتكون لنا بعض البروتين اللي بتدخل في عملية مين عملية matrix census ماشي زي مين زي transforming growth factor والinsular like growth factor and fibroblast growth factor and blood drive growth factor كل دي بتدخل في مين في matrix census يبقى osteoplast بتكون لنا collagen type 1 collagen والماء والبروتين يسمى matrix gala protein أو osteocalcine وفي بعض البروتين بتدخل في عملية matrix ايضا بتكون بوسط osteoplast زي transforming growth sectors والinsular growth sectors وال fibroblast growth sectors طيب الاستيو باصل لها ايضا رول في عملية calcification ايه الكالسيفيكيشن ليه لان ايه ايه يعني calcification اصلا deposition of calcium in bone matrix deposition of calcium في bone matrix يبقى الاستيو بلاست ايه اللي بيخلي الاستيو بلاست بتساعد على عملية calcification اللي deposition of calcium in bone matrix ان هي r rich in enzyme يسمى alkaline في الساتيز alkaline ايه في الساتيز طبعا لما ندرس GIT هنلاقي ان الالكالين في الساتيز بيزيد في liver disease في liver cirrhosis والكوليستيز والكوليستيز وبيزيد ايضا في الابستركتيف جونتز بيكون عالي جدا في الابستركتيف جونتز الناس اللي عندهم obstructive جونتز obstructive جونتز لكن هل الالكالين في الساتيز بيزيد بس في الناس اللي عندهم cirrhosis في liver او obstructive جونتز لا في الالكالين في الساتيز ممكن يزيد في البون دي سيز سيرتن بون دي سيز زي الاستو ماليشيا والاستيوجينيك ساركوما والباجي دي سيز والباجي دي سيز او والبون متاسيس والهايبر باراثيروديز والهايبر ثيرتن اما الهاي الالكالين liver الالكالين في الساتيز بيزيد في حال لذلك لما نلاقي الالكالين في الساتيز عالي طلبته لاجيته عالي مش شرط يكون ومش شرط يكون ماشي لأ تممكن يكون بسبب لذلك لما نلاقي عالي نعمل حاجة اسمه ايزو انزيم نشوف دي هل هو مالكالين في الساتيز ولا الالكالين في الساتيز ماشي يعني هل هو بسبب مصدره الليفر أو كده ولا هل هو سبب البون دي سيز طبعا من وظيفة الاستيوبلاست ايضا وظيفتها ايه وظيفتها ان هي بيتكون لنا الماتريكس جالا بروتين والاستيوبنتين اللي بيدخل في عملية الكالسيفيكيش الاستيوبنتين استيوبنتين ماشي يبقى بيدخل بيكون لنا الماتريكس جالا بروتين and استيوبنتين اللي بيدخل في عملية الكالسيفيكيش يبا كده إحنا عرفنا أن الأستويوبلاسط بتاعاتنا داية مهمة في عملية L-formation Of Boun الماتريكس. لان في فرق بين وفي اكدوه بعد قليل في البون. اما في البون ماتريكس يسمى ودي ايه اللي بساعد مليئة وفي هكتير خالص القرين في الساتيز ودي مهم جدا اللي عملية الايه اللي هو الكالسفيكيشن. الايه الكالسفيكيشن. ايضا بتقول لنا المهمة جدا اوستيو بونتين اوستيو بونتين اوستيو ايه بونتين ناشي اه تيجي بعد كده عليه هو البات維لز طب الاوستيو بلست بعد كده بتكوني نه مين اه بعد ما الاوستيو بلست دا بتدخل في عملية البونفورميشن الاوستيو بلست دي بتتحول الي اوستيو سايدز استيو ايه سايتس نشي طيب الاستيو سايتس دايه مهمة ايه الاستيو سايتس احنا هنا الاستيو بلاست مهمة على البون فور مش اما الاستيو سايتس مهمة للمينترانس افور ماشي طيب ايه هي تاعت الاستيو سايتس الـ functions بتاعت الـ osteocytes الـ functions بتاعت الـ osteocytes طبعاً أول function للـ osteocytes قلنا إن هي help to maintain help to maintain the bone as living tissue because of their metabolic activity ماشي أيضاً maintain the exchange of calcium between bone and extra cellar fluid maintain the exchange of calcium between bone and extra cellar fluid طبعاً إحنا عارفينه فيه exchange ما بين البون ما بين البون كالسيام وما بين الاكستراصيلولار فلوت كالسيام حسب الحاجة حسب الـ needs يبقى دي الـ functions وـ osteocytes يبقى الـ osteocytes أصلها من الـ osteo plus differentiated الـ osteocytes ماشي طبع الـ osteocytes وظيفيتها إيه منترانس أوبون منترانس أوبون as living tissue ليه بسببي إنها فاة because of zero metabolic activity طيب أيضاً بتعمل دي التاني بتساعد على عملية maintain the exchange of calcium between bone and extra cellar fluid يعني هي اللي بتساعد لنا اللي بتساعد على عملية الـ exchange of calcium ما بين البون and extra cellar اه فلوت ماشي طيب بعد كده فيه الاستيوكلاست الاستيوكلاست دي are the bones that are concerned with bone resorption يقولك الاستيوكلاستيك اكتيفتي يعني المسؤولة عن are the bones that are concerned with bone resorption bone resorption عكس bone formation عكس البون ايه formation يعني يبقى مين اللي مسؤول عن التخلص من العظام ما احنا تقولло العضمة دي هي تكون على طول بيتجدد بايه بيتجدد مين المسؤول عن تجددتها اللي هو الاستيوكلاست مين اللي بيتخلاص لنا من العضمة العضمة اللي هو احنا عايزين نتخلص منه ما حنا عندنا خلال جسم بتتجدد الشعر بتتجدد الكرات الدم اللي ب 저기 بتتجدد وبتكون جديد والقرات الدم الحمراء وكذلك العظم برضو ماشي يبقى الاستيوكلاست دي عبارة عن بون سيلز مسؤولة عن بون روزوبشا التخلص من العظ ماشي بعد ما ينتهي أجله مين اللي بيتخلص منه الاستيوكلاست طب الاستيوكلاست دي عبارة عن مين عبارة عن جايانت فاجوسيتك سيلز ماشي موجودة في البون ماتريكس طب درايفت منين بتيجي منين احنا قلنا ان الاستيوكلاست بتيجي من الاستيوكلاست من الاستيوكلاست الاستيوكلاست وانا بتيجي من بروجينياتور سيلز هنا بقى الاستيوكلاست بتيجي منين أصلا أصلها إيه عبارة عن هيموبيوتكس تم سيلز يبقى البون سيلز ده هي اللي هي البون سيلز ده هي الاستيوكلاست ده هي درايفت من الهيموبيوتكس سيلاسات من المونوسايت كولوني فورمينج يونيج طيب ايه هي الفانكشنز بتاعته الاستيوكلاست قلنا البون ريزوبشن البون ايه ريزوبشن ماشي البون ريزوبشن ايضا بتكونينا لايزوزومة الانزيمز اللي هي مهمة لمين للبون ريزوبشن البون ايه ريزوبشن طيب نيجي بعد كده على البون كروس البون كروس الامبيريو هاز الواحد اول الولد الامبيريو اللي هو لسه فيتاس بيكون هاز اكارتليجيناس سكيلتون السكيلتون بدعم عظمه كارتليج ماشي الكارتليج دوت بيتكون من لارج اماونت اوف صولد بط ماشي فليكسبول ماتريكس ماشي والماتريكس ده هو درايف من بروتين كولد كوندرين كوندرين and is secrited by the cartridge cells or obviously ناشى بعض الكارتريج بتتحول لمين بتتحول الى بونس طيب نيجي بعد كده على الكالسفكاشن او الكالسفكاشن احنا قلنا الولد الامبيريو دي الاسكريوتون بتعود عبارة عن كارترج عبارة عن مين عن كارترج ولكن بعض الكارترج بتحول لبونز طيب تحول الكارترج يجبون من نسموه مين اسموه ايه يعني عندي الولادة يعني الامبيريو بيكون معظمه كارترج عندي الولادة بيكون at the time of birth الاسكريوتون بتكون من 50% كارترج و50% بون طيب و بعد سنتين من الولادة الاسكريوتون بيكون 35% كارترج و65% بون 65% بون طيب الاستيو فيكيشن ده بيحصل بواسطة مين بواسطة اللي هو الاستيو بلاست استيو ايه بلاست ماشي بواسطة الاستيو بلاست ودي اللي هي بتقوم بعملية انها بتدخل كارترج enter the carterge and lay down the matrix around the zen وبتقيه وبتحط اللي هي بترصب اللي هو الماتريكس اراؤن ايضا الاستيو بلاست ايضا الاستيو بلاست ايضا الاستيو بلاست ايضا الاستيو بلاست اللي هي بتكون لنا الماتريكس اللي هي بتسمى استايد وبعد كده بيحصل ان هو على الماتريكس ودي بتسمى عملية calcification اول حاجة بيحصل conversion of matrix للبون ودي بيحصل بواسطة الاستيو بلاست واستيو بلاست وبعدين بعد كده يحصل calcification يعني diposition في الكلسام في الماتريكس ودي من سموه calcification calcification بعد الجيدة الجرث اللينس ازا العظمة بتطول during الجرث الابيفيسس at the end of H بون مال سيبراتيد بايت ابيفيزياء البلايد صح ابيفيزياء بلايد ماشي increase in the length of the bone due to the formation of new bone from the epiphysial plate from the epiphysial plate sickness of the epiphysial plate reduces as the length of bone increases يبقى الحتة اللي بيحصل فيها ان العظمة بتطول اللي هي ال epiphysial plate كل ما الثيكنس الثيكنس بتاعه كل ما العظمة تطول كل ما استكنس بتاع ال epiphysial plate لحد ما توصل ان العظمة ان ال epiphysial plate ينتهي خلاص وما يبقىش موجود ماشي طول ما فيه epiphysial plate طول ما العظم ما ممكن تطول طول ما العظم ايه ممكن لذلك لو حصل epiphysial closure epiphysial closure وخلاص ما عادش فيه epiphysial plate عمر العظمة ما تطول عمر العظمة ما ايه؟ ما تطول يبقى العظمة el growth of bone stops هو انزا epiphysial fuse وازا ايه؟ وازا شافت ناشي ال process اللي هو فيها ال epiphysial بيلحم بيتحد مع الشافت بتسمى epiphysial fusion or closure بعدها مش عمر العظمة ما يحصلها مين؟ ال growth of bone stops ناشي ودي بيحصل عند time of poverty عند time of ايه؟ poverty ولكن فيه بعض العظم ما بيلحمش إلا فين إلا عند 17-18 سنة ولذلك ممكن لوحدتين يطول لحد مين؟ معاك ل 17-18 سنة لأن طبعا كل ال epiphysial closure دي بيختلف من عظمة لعظمة من عظمة لعظمة بعض العظمة في بعض العظمة بيقفر عند البلوغ وفي بعض العظمة بيقفر قبل البلوغ وفي بعض العظمة بيقفر بعد البلوغ بعض نتيجة مين؟ نتيجة 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 أما طول العظمة طول العظمة العظمة بيزيد ماشي نتيجة مين؟ نتيجة نتيجة من ال epiphysial plate من ال epiphysial plate ال epiphysial plate لذلك لما واحد يجي يقول لك أنا هنطول أنا ممكن نطول الشخص ده أو نعمله نقول له إمتى؟ بعد ال epiphysial closure مستحيل يطول مستحيل أنه يطول لكن قبل ال epiphysial closure ممكن إيه؟ ممكن يطول طب يعني bone remolding bone remolding يعني إعادة تشكيل العظام دي عبارة عن dynamic lifelong process in which the old bone is resorbed and the new bone is formed تعرفين خلايا الجسم كلها بتتجدد خلايا الجسم كلها بإيه؟ بتتجدد من على قبل ودي عملية يعني إيه؟ مدى الحياة طول ما انت عايش طول ما بيحصل ما ال old bone بيحصلها resorbed and new bone is formed ماشي؟ طيب ودي بيحصل في مين؟ بيحصل it takes place in group of bone cells بتسمى basic multicellular units basic multicellular units entire process of remolding ممكن يقعد 100 يوم في الكوب بكتبون و200 يوم في ال esponji bone يعني أحسن يحصل pour remolding ماشي ماشي ان يحصل التخلص من العظمة اللي هو البون matrix اللي هو ال compact bone ده وتكوين عظم compact bone جديد ممكن ياخد 100 يوم أما في ال esponji bone لا التخلص منه وتكوين عظم جديد من esponji bone بياخد 200 يوم 200 ايه يوم طيب إزاي بقى الخطوات بتاعة البون remolding بتحصل إزاي؟ أول حاجة بيحصل bone resorbed يعني destruction of bone matrix or remover of calcium اللي عم تراجل osteoclastic activity وبعدين بعد كده يحصل osteoclastic activity اللي هو البون formation development and demoralization of new matrix يعني في خطوطين للبون remolding ايه ي البون resorption التخلص من العظمة دي عن طريق destruction of bone matrix and removal of calcium طيب والبون formation عن طريق اللي هو development and demoralization of new matrix اللي هو تكوين bone matrix جديد و calcium deposition طيب البون resorption أو osteoclastic activity أو osteoclastic activity ايه ي دي دي البون resorption ايه العملية اللي بيتم فيها destruction of bone matrix we followed by removal of calcium من المسؤول عنها الاستيو ماشي الاستيو ايه كلاست ماشي طيب عن طريق بقى ايه الاستيو دي بتفرز لنا ها اه بعض اللي هو resorption of particular compartments بيحصل نتيجة ان ايه الاستيو كلاست بتفرز لنا بعض الانزايمز زي الكولاجينيز زي الفوساتيز زي الليزوزوم الانزايمز زي الاسد like citric acid and lactic and lactic acids ماشي ايه ايه بقى السيقوانس of events during البون resorption ازاي بيحصل البون resorption اول حاجة احنا طبعا احنا قلنا البر resorption دي بيحتاج اللي هو مين الليزوزوم الانزايمز والكولاجينيز زي citric acid والlactic acid citric and lactic acids دولت بيسببهم acidification of the area and decrease البي اتش 2 4 ماشي بعد ما حصل acidification للاريا وdecrease البي اتش الفور الليزوزوم الانزايمز بيحصل اكتيفاش ما بيحصل اكتيفاش غير اللي عند البي اتش اللي اربعة تبدأ الليزوزوم الانزايمز يحصل اكتيفاش وتشتغل الاكتيفات الانزايمز دي الليزوزوم الانزايمز digest or dissolve الكولاجين ماشي بعد كده الانزايمز دي dissolve الhydroxy apetite apetite الانزايمز الانزايمز الليزوزوم الانزايمز ما بتشتغل الانزايمز ما بتشتغلش غير اول ما تقل البي اتش نتيجة الستريك اسد واللاكتك اسد يقوم الليزوزوم الانزايمز are activated الانزايمز الاكتيفات الانزايمز الانزايمز دي digest or dissolve الكلاجين هتجوم الانزايمز ده هي هتضيزول اللي والا هيدروxy apetite وبتكون لنا solution من البون صولت وبعدين بعد كده الانزايمز 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 انتو لانها بغت اصباح الكلاجينز لو تحاول اللي بكون لسوليوش يقوم يوصل مين الاكسترا سيولير وبعدها يوصل الانزايمز انتر و الريمين 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 الباقي ماشي وبعدين بعد كده شالو كافيتي اسفورمد انزايمون ريزوربين كومبارتمن لابدنا كده حصر ان في شالو كافيتي يعني بجا في حتة فادي في في الحتة اللي انا عاوز نتخلص منها من العظمة دي او اللي العظمة اللي خلاص انا عاوز نتخلص منها ماشي فتكون شالو كافيتي بعد كده تبدأ عملية مين البون فورميش البون ايه فورميش عن طريق مين الاستيو بلاست ماشي ان هي تكون لنا اللي هو الكولاجين فورميشن اف بون ماتريكس اف بون ايه ماتريكس ماشي يبقى الاستيو بلاست ار كون سير ندو بون الاسطيكلاست هتصنص اند ريليز الكولاجين انتو شالو كافيتي هتروح بقى عند الحتة الشالو كافيتي اللي يتكون ده عند البون ريزوربين كومبارتمنت دي تعمل لنا مين ريليز الكولاجين في الشالو كافيتي ده افتر ريزوربشن انز بون ريزوربين كومبارتمنت تبدأ بقى تقولينا العظمى بقى تقولينا مين العظم يبقى احنا عملية اللي هو بتمر بمرحلتين بور ريزوبشن وبوين فورميشن بور ريزوبشن عن طريق اللوان ليزوزومال انزيمز وعن طريق ان البي اتش بتاعتنا بتوصل تنزل لستة يقوم يحصل اربعة يقوم الليزومال انزيمز تبا اكتيفيتد الاكتيفيتد انزيمز ده هي بالديجست او ديزول في الكولاجين بتاعنا وبعدين الانزيمز ده بتحولهن الى سوليوشنز والسوليوشن ده بيوصل البلد والاكستر سولور فلويد وبعضه بيوصل مين وبيوصل لنا اللي هو البلد بتاعنا ماشي والبعض الشوية اللي فضلين ممكن الممكن ممكن فيجوم يتكولينا مين شالو كافيتي اسفورم انزيمون ريزوبين كافي بعد كده تبدأ عملية الاول بون فورميشن عن طريق الاستيوبلاست 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 قولينا اللي هو الكولاجين والبون ماتريكس الاستيوبلاست هتقولينا الكولاجين في الشالو كافيتي اللي هو تكون ده هو في البون ريزوب كومبارتمين وبعدين كافيتي اللي هو بتاعرينج اتسلف تيجي بعد كده عملية المينراليزاشن دي العملية اللي هو بواسطتها المينرالز فبعد ما عملية البون فورميشن عن طريق الاستيوبلاست تكونت وتكونينا الاستيوبلاست تبدأ عملية المينراليزاشن اللي هو الديبوزيشن في مين في اللي هو في وده بتبدأ عشرة للاثناشر يوم بعد اللي هو الاستايت ماشي طبعا في الاول كمية كبيرة تحصل العملية المينراليزاشن ازاي؟ باول حالة عملية اللي هو تكوير الكولاجي والكلاجين دوت هيكلونني سمعها Astoid وهين تتبدأ عملية Mineralization تبدأ عشر او اتنشر يوم بداية البداية بتحصل بإيه انلارج اممونت من الكالسيوم و الفوسيت بيحصل لهم position في البون متريكس وبعدين بعد كده بيحصل مين الhydroxides and bicarbonates are gradually added causing the formation of hydroxy apatite crystals يبقى الhydroxy apatite crystals ده عبارة عن مين ان الhydroxy and bicarbonate بتتحد مع مين مع اللي هو الكالسيم والفسيت فتكوننها hydroxy apatite crystals العملية المنوراليزيشن ده هي accelerated by enzyme اسمه ايه alkaline fossatase اللي هو secreted by osteoplast osteoplast ماشي طبعا عملية بتحتاج الالقانين fossatase ايضا بتحتاج الى availability of adequate amount of calcium and fossate in extracellular fluid يبقى لازم ان الكالسيم يكون والفسيت موجود بكمية كويسة في الاكستراصيل والفليود عشان تحصل عملية mineralization الايه المنوراليزيشن خلاص ودي يدلنا على اهمية الكالسيم لنمو العظم لنمو الايه العظم ولتكوين الايه اللي هو العظم ماشي يبقى احنا الاول في البون فورميشن بعد ما حصل البون ريزوبشن حصل ان هو الاستيوبراست كارونتنال في الماتريكس بتحصل 10-12 يوم بعد وبعد كده بتحصل عن طريق من ان بيترصب كمية كبيرة من الكالسيم والفسيت وبعدين بعد فترة بيحصل الهيدروكسايد والبيوكربونات ودي بمساعدة مين؟ بمساعد الالكالاين فوساتيز طبعا لابد عشان نحصل على الكالسيم ويحصل البوجيشن للكالسيم والفسيت في اللي هو البون ماتريكس لابد ان هو يبقى متوفر في الاكسترا سيلولر فلويدز حتى الطبيب الجزء المهزة وقت ربيكسان نتصر البيوكبر جدا وأبدا هي الن dz 왜 أتماستيبا عنها try كده. ايه اهمية? ليه بيحصل اعادة تشكيل للعظم? وليه بيحصل وليه العظم بيتجدد كل شوها بتكون? اولا في المهمة بتاعي البون بيزيد. تاني حاجة ان البون بيحصل على بتاعه مع النمو. وبتنسي بيتغير شكل ايه? في الاطفال بيتغير شكل العظمة مع تغير مين? مع النمو. مع ذات النمو. طيب في الاطفال بقى في الكبار بقى اهمية صلابة العظمة. الشكل اбо الكبار بالتغير سلrr durch ster A. ليه سمح الحياة يعاني بيحصل إنتباه ليسح under the machine. ما الصلاة سكون هو كبار بالتكالسيون بيحصل في قوم الطابع بيحصل بالتخطيب طيب الطابعي في الاتفال بيحصل طبعا ينidisciplinar التغير flore re P MOR di nJ d أولا هو صلابة في بلانس ما بين البون ريزوبشن لو زاد البون ريزوبشن على البون فورميشن يحصل أسطيو ماليشي ولو زاد البون فورميشن على البون ريزوبشن يحصل قلس فورميشن قلس ايه فورميشن في بلانس لذلك بعض الناس اللي هم أثليتكس أو سوليدرز أو جنود أو كده اللي بتعرضوا للبون كتير البون بتاعهم بيكومز هيفي اند سترونج ماشي اللي بسبب ايه اللي هو فبكل عظم بتاعهم أكثر صلابة نتيجة انه هم مين ماشي 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 طبعا في بعض الهرمون المهمة لمن لعملية البون بون فورميشن نيجي بعد كده على اللي هو الريبير افتر فراكشن الريبير افتر فراكشن ازاي بتحصل الريبير للبون افتر فراكشن اولا البروسس افتر فراكشن افتر فراكشن افتر فراكشن بيحصل ايه بتتكون عظمة جديدة لو حنا ما حصل فراكشن للعظمة ازاي بتتكون العظمة الجديدة اول حقا بتتكون الريبير اول حقا بتكون هيماتومة بتكون بتكون هيماتومة طبعا الهماتومة دي عبارة عن مين عبارة عن بتتكون في الحتة اللي حصل فيها مين بعد كده بيحصل للهيماتومة دي بعد كده بيحصل للهيماتومة بعد كده بيحصل نتيجة نتيجة بعد كده بيحصل بعد كده بيحصل بعد كده بيتكون بعد كده بيتكون بعد كده بتكون الكلس بقى ماشي بعد ما حصل حصل بعد كده بيحصل اللي هو بعد كده بيحصل بعد كده بيحصل بعد كده بيحصل يعني معنى صح ان الاول بيتكون هيماتومة نتيجة الربشر بعد كده بيحصل بعد كده بيحصل بعد كده بيحصل عشان تغزي العظم الجديد اللي بتكون ده وبعدين الاستيو بلاست تبدأ تشتغل عشان تكونينا نيوبون بتسمى كلس وبعدين بتبدأ الكلس دي بتزيد بتزيد في الحجم عشان تسد الفجوة ديت وبعدين بعد كده لو في عظم زيادة تكون بحيث انها تزبط شكلها تزبط حتة برزة حتة عاملة تطلع بقى الاستيو بلاست تخلصنا من مين الاكسيس كلس اللي هي متكونة وبكده نكون احنا خلصنا الدرس بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته